اشتركوا في القناة وأول ابتلاء كان في وجه أبيه آذر الذي رباه وقف في وجهه وقال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فاستشاط آذر غضبا وقال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا فقال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ولم يكتفي سيدنا إبراهيم بهذه المواجهة فقر أن يواجه قومه فذهب بفأس إلى الأصنام وحطمها جميعها إلا كبيرهم ولما حضر القوم واكتشفوا ما حل بآلهتهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فجن جنون القوم وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعدين فتسابق القوم على جمع الحطب وأشعلوا النار في الحطب وكانت نارا عظيمة فماذا حدث ألقوا إبراهيم عليه السلام في تلك النار المتأججة فماذا فعل الرحمن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ثم لقى إبراهيم عليه السلام النمرود ملك بابل أحد ملوك الأرض قال إبراهيم رب الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأمر بالخروج ومفارقة أهله ووطنه وظل إبراهيم عليه السلام لا ثرية له حتى رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من السيدة هاجر فماذا حدث لهما؟ أمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر وابنه إسماعيل إلى أرض قاحلة لا نبات فيها ولا ماء ويا له من ابتلاء عظيم أن تترك سوجتك وابنك إسماعيل في الصحراء القاحلة وبعد أن شب إسماعيل وكبر رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل رأى هذه الرؤية وهو شيخ طاعن في السن وهذا ابنه البكر سيدنا إسماعيل عليه السلام الحليم فماذا فعل؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ونجح سيدنا إبراهيم عليه السلام في كل الابتلاءات فاستحق أن يكون للناس إماما ونزل قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذكر أيها النبي حين امتحن واختبر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بالابتلاءات والتكاليف فأداها ووفاها وقام بها على خير وأكمل وجه قال الله عز وجل إني جاعلك إماما وقضوة للناس في التوحيد فيقتدون بك ويتبعون ملتك قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل بعض نسل أئمة فضلا منك وقرما وجودا فأجابه اللطيف الخبير لا ينال عهد الظالمين بل يناله من ذريتك الموحدون المحسنون الصابرون كان العرب قديما يقولون ابتليت فلانا وده معناه اختبرت وامتحنت فلانا قال الله تعالى وابتلوا اليتاما أي واختبروا اليتاما وذلك قبل أن تدفعوا لهم أموالهم لما يصلوا لسن البلوغ والابتلاء قد يكون بالخير أو بالشر ولكن الأصل في الابتلاء أن يكون بالشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والمبتلي هو الله عز وجل والمبتلى هو سيدنا إبراهيم عليه السلام فلماذا قدم المفعول به على الفاعل تم التقديم تشريفا لسيدنا إبراهيم عليه السلام واهتماما به وأي ابتلاء وإن كان في ظاهري شر فهو خير إن امتثلنا لأمر الله عز وجل أطعناه أمر الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر لأهل الكتاب الذين يدعون كذبا أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام أنهم ليسوا كذلك بل من على ملته هم محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولماذا في الآية الكريمة جاء اللفظ ربه وليس الله جاء باللفظ ربه لينبه لقضية الربوبية فالله عز وجل هو الخالق والرازق والمعطي ولم يتفق أهل العلم على معنى واحد لكلمات وجاء أكثر من تفسير فقال بعض العلماء أن المقصودة من كلمات هو كلمة التوحيد وقال البعض الآخر هي الإبتلاءات التي ابتلى بها الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وقال بعضهم كلمات هي سنن الفطرة وهي عشر خمس في الرأس وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس في الجسد تقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء وقال بعضهم بل هي مناسك الحج من طواف وسعي ورمي للجمار وإفاضة والخلاصة أن كلمات هو كل ما مر بسيدنا إبراهيم عليه السلام من ابتلاءات وتكاليف شرعية فأتمهن وقام بهن على أكمل وجه قال تعالى وإبراهيم الذي وفاه وناخد بالنا كويس جدا من حرف العطف الفاء فيه فأتمهن والاتفيد الترتيب والتعقيب وهذا يدل على وجوب المسارعة في الخيرات قال إني جاعلك للناس إمامة فليس هناك بين الله وخلقه علاقة بنوة بل علاقة إمامة ونبوة والإمام هو القدوة والنموذج فنحن نرقب كل عالم جليل بلقب الإمام زي الإمام البخاري والإمام الشافعي والإمامة في الدين لا تنال إلا بأمرين الصبر واليقين والإمامة درجات وأعظم درجة هي درجة النبوة فإبراهيم عليه السلام لم يكن يحكم كالنمرود ولكنه كان إماما نبيا قال البعض استنادا لهذه الآية الكريمة أن الإمامة أفضل من النبوة وأن الأئمة معصومون من الخطأ وهذا فهم قاصر لأن الإمامة درجات علىها درجة النبوة فإبراهيم عليه السلام نبي وإماما للناس قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي قالها على سبيل الطلب أو الدعاء أو الاستفهام ومعنى إبراهيم الأب الحنون والأب دائما ما يحب أن يظفر بالعمل الصالح والخير أبناؤه من بعده فجاء الرد الإلهي لا ينال عهد الظالمين فلا يمكن أبدا أن يكتمع لأحد الإمامة في الدين والظلم بل ينالها الموحدون والمحسنون وأنعم الله عز وجل على ذرية إبراهيم عليه السلام بالنبوة والرسالة وختم لهم بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم جزاكم الله خيرا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بكلمات